للمزيد معنا من أنقرة كاتب الباحث السياسي بركات قار ومن دمشق أستاذ في المعادة العالي لدراسات الزلازل دكتور ماهر سنجر أهلا بكم ضيفي الكريمين وسأبدأ معك دكتور ماهر سنجر ربما لجهة تبعات وتدعيات هذا الزلزال بهذا الحجم بهذه الخطورة حتى الهزات الارتدادية البعض يرى أنه حتى في شدتها هي الزلزال أو بحجم توصيف الزلزال وليس هزة لأزلزال هل يمكن القول أنه تم تجاوز الأسوأ ما المتوقع خاصة مع أجهزة الطوارئ التركية على سبيل المثال استبعدت سيناريو أتسونامي الذي كان يتخوف منه الكثير أولا اسمحي لي أن أقدم تعزية لكافة الضحايا نتيجة هذا الحدث المؤلم ونتمنى الشفاء للجرحة وعودة المفقودين بأسرع وقت فعليا نحن نتحدث اليوم عن كارثة هذه الكارثة هي كارثة بطبعها عادة تصنف من ضمن الكوارث غير المستمرة ماذا يعني كارثة غير مستمرة أي أنها تحدث لكن نحن اليوم يتوجب علينا معالجة الآثار إذن هي كارثة غير مستمرة لأن حدوثها هو متعلق بفترة زمنية قصيرة لكن الآثار هي آثار بعيدة اليوم يجب أن أتحدث عن الأسوأ اسمحي لي أن أخالفك بالتعبير دعيني أتحدث عن الآثار الآثار يا سيدتي اليوم هي ليست فقط تتعلق بآنية إن الآثار اليوم هي غالبا يمكن إسقاطها على الأشخاص والبنى التحتية حيث أنه من المعروف دوليا في هذه الكوارث ككوارث الزلازل وخاصة في الدول النامية بأن حوالي 91% من القتلى حول العالم في هذه الكوارث هي في الدول النامية إضافة إلى ذلك أن حجم الأضرار عادة الذي يقدر سنويا في البنى التحتية الوسطي للبنى التحتية عالميا بحوالي 18 مليار دولار بمثل هذه الكوارث لكن آثار هذه الكوارث تقدر بحوالي 390 مليار دولار لأنها تسقط على البنى التحتية إضافة إلى ذلك بأنها تؤثر على الأشخاص وتؤثر على التكيف حيث أن هذه الكارثة اليوم إذا سوف نأخذ الكارثة يتوجب علينا أن نقول ما هي الكارثة الكارثة هي حدث كبير ذو أثار كبيرة سيغير من طبيعة الحياة حدث سيكشف مدى تكيف المجتمعات مع القدرة على التعامل مع هذه الكوارث قبل أن أتحول بهذه النقطة لضيفي من الجانب التركي ولكن فقط دكتور أنا عندما سألتك عن الأسوأ هل انتهى الأسوأ أم لماذا ما الذي نتوقع بالنسبة للـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة هل نتوقع هزات ارتدادية أخرى بالنسبة للناس كيف يجب أن يتعاملوا خاصة مع توجيهات رسمية بعدم توجه هؤلاء أو عودتهم إلى منازلهم خوفا من هذه الهزات الارتدادية إلى متى ينتهي ربما حالة القلق والألارم أو حالة الإنذار إن صح القول بالنسبة لموضوع الهزات الارتدادية قد تستمر من عشرة أيام إلى حوالي الشهر ولكن هذه الهزات الارتدادية من المتوقع أن تكون أضعف من الزلزال بطبيعتها لكن اليوم يتوجب علي أن أشير يتوجب مراقبة النشاط الزلزالي وآثار النشاط الزلزالي إضافة إلى أي المناطق الأكثر احتمالا حدوث بها النشاط الزلزالي بناء عليها يتم تقسيم المناطق وتوجيه الأشخاص بحسب طبيعة كل منطقة على حدة لا يمكن لي أن أشمل المناطق سوية عزيزتي إضافة إلى ذلك يتوجب على الجميع عدم الاتجاه نحو الإشاعات اليوم نحن نسمع بعض من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن 700 إلى 800 هزي خلال هذا الشهر بين سوريا وتركيا هذا الكلام مع احترامي للجميع هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح أولا لا أحد يستطيع أن يتنبأ بحدوث الزلزال بشكل دقيق هناك مؤشرات لكن هذه المؤشرات ترفع من احتمالية الحدوث ويبقى الاحتمال قائم طيب فقط لأفسح المجال أيضا لضيفنا سأعود إليك إن كان لدينا هناك وقت كافي ولكن أستاذ باركات لجهات نحن نتحدث هنا كما أكد الرئيس البعض ربما كان يعطيناك أرقام زلزال 1999 لكن الرئيس التركي تحدث عن 1939 وقتل بداية القرن الماضي كواحد من أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ حوالي القرن ومعروف أن تركيا منطقة عرضة للزلازل باعتبارها منطقة زلازل ناشطة برأيك هل كان هناك جهزية لجهة البنية التحتية لجهة التعامل لجهة الإدارة ماذا نتوقع أيضا بالنسبة للوضع كما هو مطروح الآن مساء الخير بداية بالحقيقة هذا ما نقف عنده يعني الآن رغم المختصين يرددون شعار وما قولت بأنه الزلازل لا تقتل ما يقتل أنه هو عدم التدابير وعدم الاحتياطات المسبقة للزلازل هذا رغم كل هذه الكتابات والإعلانات والندوات والدعاءات للأسف الشديد للسلطات حتى الآن بشكل عام لم تتخذ الإجراءات البنية التحتية اللازمة على الأقل لتقليل من هذه الأضرار والوفيات في هذه الزلازل وما حصل طبعا زلزال كبير بالحق لأنه لا يسبق له مثيل في تركيا نعم لأنه يعني بعشر مدن من تركيا إضافي إلى سوريا إضافي إلى مدن أخرى وحتى دول مجاورة يعني هذا كان زلزال رهيب جدا وكارثة بمعنى الكلمة والآن لازل الارتدادية الهزات الارتدادية التي حصلت بالساعة 2 بعد الظهر اليوم بالحقيقة شعر فيها الناس في أنقرة وفي اسطنبول وفي مدن تقريبا كل تركيا وهي مركزة بنفس المركز في قهرمان مرعش وما يحيط به والآن كل الجهد اللي أبزل من قبل السلطات طبعا وأطراف كثيرة هذا مهم لا شك لكن للأسف الشديد لم يحصلوا بعد على وصول لم يوصلوا إلى كل المناطق المنكوبة وخاصة في الكرة وفي الريف ومثل أنطاكيا مثل مرعش مثل عنتاب وأرفا وأديامان يعني اعتبرت نص المدينة تقريبا المدن كله انهارت اتدمرت ولازلت ما أعلن عنه بأنه 3000 شقة على الأقل دمرت إذا حسبنا بكل شقة على أقل شخصين وثلاث أشخاص تم وفاتهم يعني معناته هذا الرقم التي أعلن عنه 2014 سيحصل يرتفع إلى 6000 شخص وبجوز أكثر ومضى على الزلزال 12 ساعة رغم 12 ساعة لازلت كما قلتك السراخات الآن متتالية من كل المناطق بأنه الفرق الأنقاذ للأسف الشديد لم تصل إسا لهذه المناطق بكاملها وهذا هو شيء رهيب ومهم كتير جدا وعلى كل الأطراف كما تعرف في تركيا سياسيا هناك الاستقطابات الموجودة بين معارضة والسلطة وإلى آخر سياسيا نتمنى أن بالحقيقة تزال على الأقل في هذه العمل الإنساني ويكون الجهد المشترك لإنقاذ كل ما لا زال تحت الأنقاذ نعم إذن شكرا جزيلا لكم ضيفاي من أنقر الكاتب والباحث السياسي بركات قار وأشكر أيضا من دمشق أسادة في المعهد العالي لدرسات زلازل دكتور ماهر سانجارش شكرا جزيلا